جغرافية مصر وتاريخها يا أولاد يخليها من أهم مماطق جذب السياح في العالم تلتة أصار العالم موجودة عندنا هنا في مصر ودي ثروة كبيرة جداً أهم من البترول والغاز إزاي بقى يا أستاذ؟ هنبيع الأصار زي مشرت يعني؟ لا طبعاً يا حسونة شوفوا يا أولاد السياحة من أهم الأنشطة الاقتصادية في مصر والنشاط الاقتصادي الرئيسي لبلدنا المستفيدين من السياحة أولاً شركات السياحة وتنظيم الرحلات ثانياً شركات الطيران والمطارات والمواني ثالثاً تأشيرات الدخول للأجانب رابعاً الفنادج والقرى السياحية ومن هنا بقى بتتشعب حاجات كتيرة جداً كلها بتستفاد من دخل السياحة يعني مثلاً المطاعم اللي في الفنادج والقرى السياحية دي بتحتاج كل أنواع الأكل والشرب والفكهة والحلويات بكميات كبيرة جداً وكل حاجة من دول بيوردها شركات بتشتغل فيها ناس يامة وإيه كمان يا أستاذ حاجات كتير كل حاجة بيحتاجها السايح بتبقى صناعة كبيرة وراها ناس كتير وبيوت مفتوحة الصبون والشامبو اللي في الحمام والفوت والمناديل والاضباق والكبيات صيانة المكان والتكيفات والعربيات اللي بتنجلهم وشركات الأمن اللي بتأمنهم والهدايا اللي بيشتروها من البغزرات كل ده بيدفعوه بالعملة الأجنبية اللي بتجو اقتصادي البلد انتوا عارفين طبعاً اننا حالياً بنعاني من توجف النشاط السياحي لأسباب مختلفة وأني باجا عايز من كل واحد فيكم يكتب لي موضوع عن ازاي ننشط السياحة ونرجعها تاني مصدر بالدخل المصري